بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتل مع بعض الجزء التاسع من الفصل السابع لمكرر نظم التشغيل وفي الجزء ده جماعة نتكلم عن موضعين موضوع اسم البروديكشن والتاني اسمه السيكيروتي البروديكشن بنقول ايه فيه بنقول ان احنا بنعتبر ان نظام التشغيل مجموعة من الاهداف مكوناته مجموعة من الاهداف ممكن تكون هارد وير او صوفت وير وكلمة هدف هنا اعتبرها انها ممكن تقول ان هو كائن مستقل بذاته يعني له اسم وافعل وهو اسم واسم واحد بس وافعال ممكن تكون متعددة طيب ويه كمان الابجكت دي يا تجماعة اللي هي الاهداف اللي هي اجزاء من نظم التشغيل بيبقالها لها نطاق واحد او محدد لسه محيه بمعنى ايه بمعنى ممكن تكون فيه اوبجكت ممكن يقرأ بس او يكتب بس او ينفذ بس معايا طيب الكلام ده بنقول ايه بقى تعالى نشوف مع بعض بنقول ان الابريتنج سيستم كونسيستس اف اكوليكشن اف اوبجكت مجموعة من الاهداف بوس هارد وير اندو صوفت وير كل هدف له يونيك نيم وطبعا افعال معايا طيب يبقى اذا له اسمه ها وايه ها وفعل طب ايه كمان له نطاق دومين يقدر ها ينفس فيه الافعال اللي هو ايه اللي هو متحدداله او السماحيات وصلاحيات المحددة لهم طب ناخد مثال مع بعض عندك الدومين اللي هو دي واحد نطاق في ال او واحد و او او اثنين و او ثلاثة ها مسمح لهم بايه بسماحيات محددة بمعنى ايه بمعنى ان الابجكت او واحد يقرأ ويكتب بس فين في النطاق الاسم دي واحد او 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 اثنين ينفس بس فين ها او 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 ثلاثة يقرأ ويكتب في النطاق الاسم ايه دي واحد اذا لهم او واحد او 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 ثلاثة سماحيات واصلاحيات في النطاق محدد دوم او بس جميل تعالى نشوف كمان ايه مثال ثاني عندك اتنين دومين دي اتنين ودي تلاتة فيها او واحد ده ها جماعة يقدر ينفس بس في دي تلاتة و U2 يكتب بس في D2 و U3 يقرأ بس في D3 فاهمين يا جماعة إذن الصلاحيات في نطاق محدد طيب في مثلا اوبجيكت لو اسمه U4 ممكن يعمل برينت يطبع في كل من D2 و D3 إذن كده حددنا اوبجيكت بصلاحيات و بأهداف و بسماحيات و ايه و صلاحيات في نطاقات محدد معايا طيب تعال نشوف ايه حاجة تانية بنقول هنا ايه بنقول ان في حاجة اسمه البروتكشن ايه ممكن نحطها في ماتريكس و مصفوفه زي المصفوفه القدامك دي كده ممكن نعتبر مثلا ان الوبجيكت اسمه F1 في الحالة دي ممكن يقرأ في الدومين رقم دي واحد بس او يقرأ ويكتب في الدومين دي اربعة بس طب F2 ممكن يقرأ في الدومين دي تلاتة فقط طب F3 ممكن يقرأ في دي واحد ينفس في دي تلاتة و ايه و يقرأ و يكتب في الدومين دي اربعة و لو انت عندك اوبجيكت اللي هو البرنتر ممكن يتبع فين في دي اتنين فقط اذا ممكن نحط السماحيات و الصلاحيات لكل اوبجيكت في ماتريكس بحيث يكون العمودة هوت عبارة عن الوبجيكت و الصف عبارة عن الدومين معي يا جماعة جميل طيب احنا خدنا البروتكشن و قلنا ممكن نعبارة عنها بايه باوبجيكت و احنا قلنا الوبجيكت ممكن تتحط في مصفوف تعالوا ناخد مع بعض الوقتي موضوع اسمه السيكوريتي الامان و الحماية دول من ابسط حاجات الايه الابريتنج سيستم بيعملها هي الامان و الحماية معي او ايه بيحميك او ايه بيحميك من بعض الاشياء الخطيرة معي طيب بيهتم بايه بيهتم بالان اثرى اكسيس اللي هو ايه المحاولة الوصول لالكمبتر بتاعك بطريقة ايه غير شرعيه او ميليشيا موديفكيشن او ديستراكشن لو حصل عندك تحطم او تلف لاجزاء من هاه من الحاسب عندك بايه عن طريق ميليشيا سوير او اجزاء ضر او فيروسات ضر او يحصل ان فيه accidental introduction eligibility او تغير مفاجئ حصل عندك عالجهز معي يا جماعة ديال بقولك ايه بنحميك من ايه من ثلاث حاجات دول الان اصرائيز اكسز ماليشيس موديفكيشن اكسيدنت الانترودكشن طيب ايه كمان يا جماعة بنقول ايه بنقول ان ابسط نوع من انواع الايه السيكورت هو بيقدمها لك هي الباسورد بيقدمها لليوزر الباسورد والباسورد دي ممكن تكون بكذا طريقة ممكن يطلب منك non dictionary password يعني باسورد غير تقريضي يعني ممكن نقول مثلا ايه فيها علامات الاستفهام ممكن ايه الاستريك رمز ايه الشباك مش كده كل دوت هجماعة بيسموها non dictionary باسورد وايه كمان وبيقولك كمان بيطلب كمان require frequent changes يعني بيطلب انك تغير الباسورد بصورة مستمرة log all access items وبيرئب جميع محاولات الدخول على الدهاز عندك وممكن كمان يعمل encrypt وهائد الباسورد بتاعتك online يعني انت online ممكن يخفي الباسورد بتاعتك انت بتكتبها يعني فجأة تلاقي الباسورد بتاعتك بتكتب كده استريك 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 معاي؟ طبعا هو اللي بيكتب online كاتب كلم تاني غير الاستريك دوت لكن بتظهر قدامه online استريكس ده معاناها ايه انكريبت وهائد باسورد online وساعات بيكتلب منك biometrics يعني بصمة حيوية يعني بصمة العين بصمة الصوابع بصمة البالم كلها بصمة كاف اليد دي كلها جماعة انواع من انواع ايه الحماية اللي ايه اللي يقدر نظام التشغيل يحمد بها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته